أمت والله أمغرية أنا أقول أمي صلت صلاة لمغرب وشكت هل ركعتين ولا ثلاثة زادت واحدة ركعة واجدت سجود سهل زادت ركعة كاملة كأن قال بعد ما سلمت أعتقد وهي قاعدة في موضوع الشك هذا هناك أمران مهمان الأول هل هي كثيرة الشك أم قليلة الشك إن كانت هذه المرأة والدته إذا كانت كثيرة الشك كيف الكثير بأن يأتيها الشك كل يوم مرة أو كل يوم أكثر من مرة هذا يعتبر شكا كثيرا وإن كان يوم بعد يوم يأتي الشك أو يوم يأتي يومين لا هذا يعتبر صاحبه قليل الشك القاعدة عند علمائنا أن قليل الشك يبني على الأقل وكثير الشك يبني على الأكثر يعني هذا كثير الشك اللي يجيه كل يوم مرة أو أكثر من مرة هذا إذا شك 2 أو 3 يعتبرهم 3 ويسجد بعد السلام على سبيل الاستحباب أو على سبيل السنية وإن كان قليل الشك يجيه يوم بعد يوم أو يجيه يوم ويومين لا هذا يبني على الأقل إذا شك ركعتين أو 3 يعتبرهم 2 ويزيد ركعة ويسجد بعد السلام على سبيل السنة هذه نقطة هلل الشخص كثير الشك أو قليل الشك يعرف ماذا يفعل المسألة الثانية الشك متى جاء إذا جاء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر لا يضر مثلا هي صلت وسلمت من صلاة المغرب بعد ما سلمت قالت أنها صلت 2 أو 3 ما عرفتش قاد فيه شك صلاة هو صحيح لكن الشك الذي يضر ويؤثر إذا كان في أثناء العبادة في داخل العبادة بارك الله